ان شاء الله اولا السلام عليكم اخباركم ايه يا رب اتكونوا بخير جمعة مباركة على الجميع ان شاء الله باذن الله هنبدأ مع بعض ان شاء الله محاضرة كده لزيزة وحلوة كده كلها السامة ابيها ان شاء الله هناخد مع بعض اه المحاولة اللي انا اخدها ان شاء الله من حضرة النهاردة هيتعلم معادلات كتيرة زي اه الصم والماكس والمين موسيقى موسيقى برضو الراوند وهناخد مع معادلات التايم والديت والابر اند لوير اند برو بير الصوت الصوت واضح ولا بيجبطع انا النت كويس عندي الصوت واضح مع الناس موسيقى طيب والليفت والريت والميد ومعادلة اسمها الاجزاكت والتريم الاجزاكت والتريم وهناخد حاجة اسمها الفيل فلاش والفلاش فل والداتا وهناخد حاجة اسمها او اللي هو الفصل المعياري ده كله ان شاء الله هناخده النهاردة وان شاء الله بازن الله لو في وقت هنعرف مع بعض كده سريعا ازاي اعمل قعدة بيانات على برنامج ونتطرق شوية ان اعمل بسيط على الباوربوينت وبازن الله هنبص كده سريعا على برنامج الورد بحيث ان احنا نكون لمينا البرامج ده كلها تمام كله كويس خبص نبدأ ان شاء الله انا عندي اربع برامج اساسيين من حزمة اوفيس اللي هو برنامج الورد والباوربوينت والاكسل والاكسز الورد بيستخدمه في الجداة والاكترونية يعني نفترض مسلا انا معايا انا شغال في مكان معين والطلب مني ان انا اعمل جدول او قاعدة بيانات انا لي حرية الاختيار ان انا اختار ما بين الاتنين سواء كان الاكسل او الاكسل طيب تمام لحد ما طويب طيب فلو بطلب مني قاعدة بيانات وانا محتاج ان انا اعمل قاعدة بيانات اول حية بفكر في اتنين بفكر في الاكسز وفكر في الاكسل طيب امت استخدم ده وامت استخدم ده برضو متاح لي ان انا استخدم الاتنين طيب حدو انا لو حبيت ان انا استخدم في شغل الجداول بتاعتي معدلاتي يفضل استخدم الاكسل. طب لو حبيت استخدم نوع بيانات. يعني انا عايز والله في الحق بيديه يجب نوع بيانات واحد اتنين ثلاثة. في الحالة دي بعمل ايه? في الحالة دية باستخدم برنامج الاكسس. اه برنامج الاكسس بيستخدمه مثلا في الشركات اللي هي اه كبيرة بتلاقوا في قواعد بيانات مثلا اللي هو جزء البركود والكيو ار كود والحيدي كلها بس استخدم بربط بيها برنامج الاكسس. طيب برضو باستخدمه في قواعد البيانات. الامتداد بتاع برنامج الاكسل اللي هو اكس ال اس اكس وامتداد برنامج الاكسس هو اي سي سي دي بي. طيب. انا واحد فتحت الاكسل الاول مرة افتحه ازاي? بروح على علامة الموجودة في التسكبار تحت واكتب اكسل. واكتب اكسل. واروح اضغط عليه وافتح. افتح معي بالشكل ده. اهو. ده الاول مرة. بيفتح معي بالشكل ده. عند اللي فوق خالص دي الشريط المنفوج اللي مكتوب فيه بوك وان اكسل. ده شريط العنوان. اللي بيكون مكتوب فيه عنوان شيط الكسل. وفايل وهم وانسيرت وبيجلي اوت وفرمولا وداتا ورفيو فيو دي. اسمه شريط القوائم او التبات. القوائم او التبات. كل قائمة فيهم نزلة منها مجموعة ادوات او متدرجة منها مجموعة ادوات اسمه الريبون او شريط الادوات. طبعا اللي تحت ده خالص اللي هو عند الزوم ده اسمه شريط الحالة. وده من هنا اسم الشيت. وده اللي هو شريط الصيغة اللي بكتب فيه المعادلة بتاعتي. انا واقف على الخلية دي. وعايز اجرأ اسم الخلية. شايفين هنا متظلل على ايه? متظلل على الاف. ومتظلل على سبعة. فاقراها اسم الخلية اف سبعة. ولا سبعة سبعة اف. لا اف سبعة. اف سبعة. ليه? انا واقف على الخلية دي. تمام? وعايز اجرأ اسمها. باخد اسم العمود مع اسم الصف. اسم العمود اللي هو متظلل مع اسم الصف. طب لو قفت هنا اسم العمود المتظلل دي. واسم الصف عشرة. انا عندي ال اي بي سي والدي اي اف دي وهكزا. ده اللي هو اسمه عمدة. وان تري فور فايف وهكزا. ده الصفوف. العمود بيكون جايب الطول والصف بيكون جايب العرض. طيب انا ده من تحت ده اسمه اسم الشيت. اسم الشيت. عايز اغير اسمه. هتضغط عليه ضغطتين كليك شمالي يا اما هتضغط كليك يمن عليه واختار حاجة اسمها او اعادة تسمية. طب عايز اغير لونه حاجة اسمها التاب color. بيغير لون الاسم بس اهو. نجعه الشيت من جوه. طيب لو عايز اعمال له حماية اهو. اي بصور ده عندي. قل اوكي. وروحت عملتي عادي التأكيد. تعالوا كده نجرب نكتب اي حي في الشيت. ظهرت معايا السلة بالشكل دايق. معناها ان انت مش مسموح لك ان انت تكتب اي حي في الشيت. كله اعم بروتيكت شيت واكتب البوسفورد بتاعي. ابتدي اكتب 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 معي. انا في الاكسل بكتب في الخلايا. بكتب في الخلايا. لو عاقز احزف انا قبل ما اكتب اي معادلة لازم يساوي الاول. يعني مسلا انه وجينا كتبنا مع بعض. معادلة بالشكل ده. يساوي الصم. يجو بكتب اول حاجة بعملها او اول خطوة بعملها قبل ما اكتب اي معادلة. تاني عشان الناس بتنسى. لازم يساوي في الاول. لازم يساوي في الاول. اهو. يساوي وبعد كده بكتب اسم المعادلة. يجو بعد اليساوي بكتب اسم معادلة. بعد اليساوي بكتب اسم المعادلة. اي ان كان اسم المعادلة. مثلا صم اللي احنا ناخدها كمان شوية معادلة المجموع. لو كتبتها السي وغلط. صم. واروح افتح القوس اللي هو شفت تسعة. رحت اقفلت القوس. طيب ما بين الاقواص بعمل ايه? بكتب او بعمل شروط الدلة الاساسية. اللي انا اخدها كمان شوية. طيب جيت انا مسلا عملت حية بشكل ده. يساوي. سم. وتحت القوس. افلت القوس. طيب انا سايب مسافة. المسافة اللي انا سيبها فالمعادلة ما ينفعش. ما ينفعش اسميب مسافات في المعادلات. ما ينفعش اسميب مسافات في معدلات. يعني معدل زي كونت بلانك. سيتكتب كده. ما ينفعش حد يعمل لي مسافة ما بين كونت وبلانك. ولط. ما ينفعش يعمل مسافة ما بين الكونت والبلانك. طيب. افترض انا شغال. ومن غير مقصد رحت عملت ايه? انا عندي ادي خلية خمسة. وخلية سفر. رحت عملتي ساوي. وحددت اول خلية. رحت قصمتها نصلا. على الخلية التانية. ودست انتر. قال لي دف على زي هو ايه معنى الكلام ده? معناها ان انا جسمت المعدل على سفر. اللي هو خمسة على سفر. خمسة على سفر. طيب جيت عملتي تاني ساوي. عملتها كده بالشكل ده. وقفلت القص. قلت له انت. قال لي نيم. طب ايه معنى نيم? معنى كلمة نيم ان انا كذبت اسم المعدلة غلط. شايفينها هي صم مفروض انا عملتها بس. فراح ازهر في الخلية عندي خطأ معنى ان اسم المعدل غلط. اما الدف على زير ومعنى ان انا جسمت المعدل على سفر. طيب نفطرد انا جيت صححت المعدلة. بس عملت مسافة. عمل اهو. ممكن يعمل معي. اشتغل. طب نفطرد مسلا. عملت يساوي. صام. رحت القص بس قبل. قلت كده. عددت دول. وقفلت القص والتول انت. قال لي برضو نيم. وحسب المسافات اللي هو عملها هادة. المسافات نفسها. حسبها ان هي خطأ في اسم المعدلة. طيب. تعالوا كده نجرب مسلا المعدلة. اسمها. برضو خطأ المعدلة هنا غلط. ليه غلط? لان انا عمل مسافة. لعمل طب الطريقة دي اعمل مع المعدلة صح. وانا عرف ليه دي انا سفر كمان شوي. طيب. انا لو ظاهر عندي هنا الان عليه معناها ان القيمة اللي انا بدور عليها مش موجودة. طب معناها دخلت قيمة غلط. طيب معناها ان المعدلة فيها مرجع غلط. يعني مرجع غلط. يعني ما التزمتش بشروط المعدلة. لكن لو استخدمت مسافات للمعدلة ظهر معي خطأ انا دلوقتي عندي شي تكسل كامل. شي تكسل مسلا في قاعدة بيانات اكتر من عشر تلاف اسم. انا هروح هدور في كل خلية. في كل خلية هدور. واشوف ايه الاخطاء اللي عندي? لأ. عن طريقة معادلة اسمها الاس ارور. بدور على كل الاخطاء اللي عندي. معادلة اسمها الاس ارور. بدور على كل الاخطاء اللي عندي. وهنعرف ليه ظهرت دي. ان في خطأ عندك. طيب. على كل الاخطاء اللي احنا اخدناها اللي هو الدف على زيرو والنيم والن على ايه والفاليو والنمبر والنل. بتدور على كل الاخطاء. طيب بتدور على كل الاخطاء معادة الان على ايه? معادة الان على ايه? طيب الاي اس ان ايه? بتدور على خطأ الان ايه? اللي هو القيمة الغير موجودة. طب اي اس نمبر من اسمها نمبر بتدور على الرقام. طيب بتدور على النصوص. طيب مسلا الار اي اف بتدور على على الخطأ الار اي اف. اللي هو خطأ المرجع. طيب الاي اس بلانك بتبحس عن الخلايا الفاضية. الاي اس ايفن عن الخطأ الزوجي. الاود الخطأ الفردي. فرمولا معناها معادلات فبيدور معي على خطأ المعدلات. واي اس بلانك زي ما قلنا عن الخلايا الفردي. فدي كلها معادلات بدور من خلالها على الاخطاء اللي عندي. طبعا الناس بتستغنى عن كل ده تقول لك انها تستخدم الاي اس ارور بما انها بتبحس عن جميع الاخطاء. تمام كويس خطأ. طيب انا اي حية بكتبها اا في شيت الاسل انا عندي حية اسمها الداتا. الداتا. طيب او نوع البيانات اللي بكتبها في شيت اكسل عندي ثلاثة انواع. اول نوع عندي اللي هو هو القيم. عندي تكست. ونصوص. وعندك الديت اند تايم. تاريخ الوقت. حلو يعني انت معنا كده بتقولي ان بيانات اللي بكتبها في شيت الاسل ليها تلات انواع من انواع البيانات. ايوة. ديها تلات انواع من انواع البيانات. والتيكست. والديت اند تايم. اللي هي الارقام. عادي. القامة العادية اللي احنا بكتبها. وده بالنسبة لي. ده بالنسبة لي. دي ارقام. قيم. طيب النصوص. عادي النصوص العادية انا بكتبها زي مثلا محمد. زي احمد. زي علي. زي حازم. فده اسمه نصوص. ده اسمه. ايا كان مسلا التاريخ اللي عندي. حاجة زي كده فده تاريخ. طيب حاجة زي كده. فده بالنسبة لي وقت. ساعة ودقيقة وثانية. بمعنى كده ان البيانات بتنقسم في شيط الى تلاتة. قيم اللي هي نصوص. والديت اند الطايم اللي هو التاريخ والوقت. التاريخ والوقت. طيب انا بعمل ده كله ازاي. انا واجب حال خلايا دي. وعزز الله لها. شايفين علامة الجرد المنطايمتهم. اه دي. الهايلايت. واختار اللون اللي انا عايزه. طيب عايز اعمل بوردر. احدد. احد اسمها اول بوردر اهو. بالشكل. لان اعملت في الخلايا من شوية انا حددت مجموعة خلايا وراحت اختارت حاسمها الميرج اند سنتر انا هعمل لك هعمل لك عملية دمج ميرج اند سنتر. ده انواع البيانات الموجودة في شيت الاكسل. طيب. عندك بعد كده حاسمها الفيل فلاش وحاسمها الفلاش فل. انا لو جيت كتبت في اول خليق واحد. شايفين في مربع اخدر ظهر ناحية اليمين اهو. اول ما بروح باجف على المربع الاخدر في علامة الزائد ظهرت اهو. المربع الاخدر اللي ناحية اليمين او اليسار على حسب اللي ظهر عندك. اول ما اضغط اول ما اجف عليه هيظهر علامة الزائد. كليك شمال واسحبه لتحت. ايه اللي حصل? اللي حصل ان هو عملي في الفلاش. يعني بتاع بيقى. بيقى. معي بس ليه? ليه? خلى كل واحد واحد واحد. ان هو ما يعرفش اصمعيش غير الرقم ده بس. طب لو خليته اتنين وسحبت. سحبت من تحت اهو. برضو اتنين اتنين اتنين. لا انا مش عايز كده. جيت في اول خلية كتبت واحد وتاني خلية كتبت اتنين. حلو كده? انا واقف على الخلية دي. هروح احدد الخليتين مع بعض. حددهم ازاي? مش من المربع الاخدر اللي احنا شايفينه. لا. بجف في نص الخلية. اتأكد ان علامة ازاي دي اللي زهرت معي اهو. وكليك شمل واسحب على الرقم التاني. كده انا هقول لشيط الاكسل هتمشيه لكل خلية واحد واحد. واروح على المربع الاخدر. واسحب لتحت. اهو. طيب هنا كتبت اتنين وتحت واربعة. هروح برضو احدد الاتنين مع بعض. وبعد كده باروح على المربع الاخدر واسحب لتحت. انا قلت لشيط الاكسل اللي هتمشيه لتنين اتنين. طيب كتبت السبت. هل مفروض اكتب لحد عشان يعرف? لا. دي قائمة متعرفة اصلا في شيطي الاكسيل. طب لو مش متعرفة بنروح نعرفها. اهو. انا اول ما اسحب لتحت كمل معي لحد والاتنين والتلاتة. طيب كتبت مسلا سطر دي. وروحت برضو على المربع الاخدر وسحبت لتحت فاكمل معي. رحت كتبت مسلا ايه تاني مسلا اه جون اللي هو شهر يناير وروحت سحبت لتحت. كمل معي زي ما انتو شايفين تمام ال اه اليوم اليوم والشهر. طيب لو جينا كتبنا ساند. مش من المربع الاخدر لأ في النص كده. واسحب عليهم كليك شمال. وضغط هنا اسحب لتحت كليك شمال واسحب لتحت. كمل معي. اهو زي ما انتو شايفين. طيب حلو خالص. معنى كده ان هو بعمل لي في الفلاش. في الفلاش. ده اسمه ايه زي ما قلنا من شوية. دي اسمها في الفلاش. اه اكتب لك جنبها. في الفلاش. طيب حلو خالص. بحد انه ده الفل فلاش. طب انا عايز اعمل حاجة اسمها الفلاش في. ده في الفل. طيب الفلاش في الفل. حلو خالص. جيت هنا مسلا كتبت اول اسم محمد. وجيت هنا كتبت اسم رمضان. وهنا كتبت مسلا احمد علي. وجيت كتبت هنا مسلا 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 لو قلنا اه زمن عديد. دي بعمل محاذقة بخليك في المنتصف. في المنتصف الخلية. اعمل له بوردر. حلو. انا بقى عايز اقول للابسلة ايه? انا عايز اقول للابسلة انت هتجد هتدمج معي الاسم الاول مع الاسم التاني. الاسم الاول اللي هو محمد والاسم التاني اللي هو رمضان. اروح اكتب هنا ايه? اكتب محمد رمضان. فانا عرفت اشيط الاسم الاول مع التاني. اجي هنا اكتب حرف الايه? انا بصبت. دي محمد رمضان. اقول له انت اكتب حرف الايه? بمجرد ما هكتب حرف الايه الكسلة تلطي عرف انا عايز ايه? تاني اهو. مسحت ده. انا هقول للك سل انت هتدمج الاسمين مع بعض. هتدمج الاسمين مع بعض. وارحت اقعرفته في الاول انت هتدمج محمد مع رمضان. حلو. اجي في الخلية التانية بمجرد ما هكتب اول حرف هو تلطي الواحد وعرف انا عايز ايه? انا دمجت الاسمين مع بعض. انا هلا جي عبهالي تلقائي الواحده. ده اسمه الفلاش فيل. يعني مش محتاج ان انا امسك اللي هو العلامة الخضرة دي واسحب لتحت اعمل في الفلاشة وتعبية تلقائية. اهو. لكن لا. انا هنا المرة ده هو عرف لوحده انا عايزه. فمجرد ما هدوس انتر هلاقي عمل اللي هو الفلاش فيل. فلاش فيل. طيب. حلو خلص لحد دقي. تعالوا كده انا نكتب مسلا نعكس بقى. المرة دي احنا كنا مع انا اسمين وعايزين ندمج الاسمين. انا المرة دي عايز افصل الاسمين. افصلهم ازاي? حلو. انا كتبت الاسمين. كل انا انا في اول اول خطوة لا ستوصل الناس ولا فيه مشكلة ستوصل الناس ولا فيه مشكلة تمام انا المرات اعز افصل احنا قلنا اول خطوة بعملها ايه بحدد اللي هو العمود اللي فيه الارقام اللي عايز افصلها بحدد العمود اللي فيه الحياة اللي انا عايز افصلها انا عايز افصل محمد على رمضان حددت العمود بروح على قائمة من فوق اسمها data بروح على حاجة اسمها text to column يعني النصوص لاعمدة text to column بروح على قائمة data وبختار text to column واختار من هنا حاجة اسمها delmetid اللي هو الفصل المعياري هتفصل الاسم الاول على الاسم التاني fix the words اللي هو فصل قياسي انا عايز فصل معياري وهنزل اقول له next طب بما انه اعمل فصل فلازم اعمل حاجة اسمها space اروح اعلم علامة صحة على كلمة space اعلم علامة صحة على كلمة space هتلاقي تحت في خط فصل ما بين الاسمين اقول له next حتى تلاحظ هنا ظلل معك على اول عمود اول اسم حلو فيها اسمها destination destination ده اروح امسح اللي مكتوب جواها واروح احدد اول عمود عايز افصل فيه بس واقول له finish اللي حصل فصل معي تاني بعملها ازاي بحدد العمود اللي فيه الاسماء اللي عايز افصلها واروح على قائمة data وبختار منها text to column ومنها اختار حاسمها delmetid هتعمل لي فصل معياري واقول له next بما انه عايز اعمل فصل فاعلم علامة صحة على كلمة space تلاقي فيه خط فاصل زهر ما بين الاتنين واقول له next في destination همسح اللي مكتوب في destination واروح احدد اول عمود عايز افصل فيه واقول له finish فصل معي تمام هندسة تتابعوا الاسماء اللي هي ايه اللي هي لو جينا مسلا الفلاش فيل اهو انا ادركت عندي اسمين من فاتبت محمد رمضان كده انا عرفت الexcel ايه انا عرفت الexcel انت هتدمج الاسم الاول مع الاسم التاني خلاص انا قلت له انت هتدمج الاسم الاول مع الاسم التاني هقول له enter enter ما دوسش بالموس على اي ممكن تاني اقول له enter واروح اكتب اول حرف في الاسم التاني اهو ومجرد ما هكتب اول حرف في الاسم التاني هقول له enter عمل معي حاسمها الفلاش فيل فكده الفلاش فيل والفصل المعياري ودروقتي هناخد حاجة اسمها data validation انا نفترض عندي هنا عندي words عندي powerpoint عندي اكسل عندي اكسز عندي outlook وعايز اعمل قائمة بالاسماة دي هروف خليها فضع اشوف انا عايز اعمل قائمة فين انا عايز اعملها هنا مثلا اروح على قائمة data كلنا دحنا نشتغل على قائمة data واروح ادور على حاجة اسمها data validation اروح احدد دول كلهم وقول له اوكي شايف السام اللي ظهر ده اول ما دوس عليه اختار بقى اللي انا عايزه تاني عملتها ازاي data validation سيلا اول data validation اي data validation انا رحت اول حاجة كتبت الاسماء اللي عايز اعملهم في الاست او القائمة عملت الاسماء اللي عايز اعملها في الاست او القائمة دست في خليها فاضية وروحت على قائمة اسمها data قائمة اسمها data واختار منها حاجة اسمها data validation data validation طيب اول ما دست عليها في كلمة اسمها اللو ظهر اللو انت هتعمل ايه بالزبط او عايز تعمل ايه انا عايز اعمل list او قائمة list او قائمة طيب هنزل تحت تلاقي في حاجة اسمها source فين المصدر بتاعك اضغط عليه تأكد ان المؤشر واقف في المستطيل بتاع source واروح احدد المصادر بتاعتك لك شمال واسحب عليه اهو وقول له بعد كده اوكي اول ما هتدوس على السهم اللي ظهر عندك اختار اللي انا عايز اهو word اختار sell اختار access وهكذا ده اللي هو data validation لا انا ما دغطش على fix dots انا دغط على del method del method هندس اللي هو اول واحدة هو del method متعلم اصلا على del method مش متعلم على وقلت له next del method ولاسة fixed dots طيب data type وفي flash في over time account operation دي لها طريقة تانية في معادلات تانية اسمها ال look up دي طبعا اللي محتاج محاضرات فيها هيجب فيه محاضرة كاملة فيها ان شاء الله بازن الله طيب اول حاجة احنا قلنا عشان اكتب اي معادلة لازم يساوي فانا عملت يساوي انا عايز اعمل ايه جمع يساوي طب انا عايز اجمع ايه بايه انا عايز اجمع الخلية خمسة مع الخلية سبعة بعد اليساوي احدد اول خلية احدد اول خلية واعمل رمز الزائد اللي هو shift معي يساوي shift معي يساوي طب انا عايز اجمع على ايه انا عايز اجمع على الرقم سبعة فهتلاقي ده ظهر بلون وده ظهر بلون تاني اول خطوة يساوي بعد كده احدد اول خلية عندي طيب انا عايز اعمل ايه انا عايز اجمعها فshift معي يساوي طيب انا عايز اجمعها على ايه انا عايز اجمعها على الخلية التانية اروح احدد الخلية التانية. وقل له انتر. قال لي اتناشر. تمام. حلو خالص. طيب. حاضر. المحاضرات دي كلها تتشرح. المحتاجة حاضر. هي اتصرحت في محاضرات قبل كده. فانخلص بس محاضرة النهاردة ان شاء الله بازن الله. وفي وقت ان احنا نكمل اللي هو معادلة اسمها الديجيت. ومعادلة اسمها الكونس الكونس الديت. تمام? خيب. في الطرح برضو نفس الخطوات يساوي. وحدد اول خلية عندي. ومينس. المرضي مش هادوس شفت مع عمين. ناس لا. هادوس على الشرطة اللي هي جنب الزائد. وروح احدد تاني خلية. حرف من لوحة المفاتيح. بس لازم لغة لوحة المفاتيح تكون ايه? تكون باللغة الانجليزية. وروح احدد تاني خلية. طيب اه التالتة الضرب قبل ما اكمل الصوت واضح مع الناس ولا لا. تمام. طيب انا عايز اعمل ضرب المرة دي. يساوي. واحدد اول خلية. ورمز الضرب خلية واقول له انتر. طيب القس برضو يساوي. وبحدد اول خلية عندي. بحدد اول خلية عندي. وعلمت اللي هو القس شفت مع ستة. وروح احدد تاني خلية اقول له انتر. ايه معنى كلمة ارباع اس اتنين. معناه ان ارباع مضروبة في نفسها مرتين. طيب الارتباط شفت مع سبعة. علامة الارتباط. اللي حصل دمج الاسمين مع بعض. دمج الاسمين مع بعض. خلية الاسم الاول مع الاسم التاني. العقبة. اه. 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 هو العمليات طب نشتغل عليها اللي هي لها الاساسية عشان نشتغل الارتباط اول حاجة يستوي بنفس اللي احنا عملناه علامة الارتباط. نسمعي? تمام. يبا علامة القس شفت مع ستة. الضرب شفت مع تمانية. الارتباط شفت مع سبعة. شفت مع يساوي اللي هو الزاقل. انا قلت يساوي. يساوي. وحددت اول اسم. ورحت دست الشفت مع سبعة. اللي هو علامة الارتباط. وحددت تاني خليجة قلت له انتر. حيدمجي الخليتين مع بعض بس بدون مسافات. وانعرف ازاي ازبط لو عندي حاجة كده ازاي اعمل مسافاتنا بينهم? عن طريق معادلة هناخدها كمان شوية. طيب. حلو خلص. عندك بعد كده الاكوشن. الاكوشن. طيب. قلنا قبل ما اكتب اي معادلة بعمل ايه? يساوي. يساوي في الاول. يساوي. بعد كده اكتب اسم المعادلة. اللي هي ايه اسم المعادلة? الصم. الصم معناها المجموع. انا عندي مجموعة ارقام عايز اجمعهم. انا عايز اجمع درجات محمد احمد اللي هو الاسم الاول اللي عندي. فيساوي صم. يساوي صم. اسم المعادلة. باول حاجة يساوي بعد كده اسم المعادلة. بعد كده فتحت قوس من تسعة. فتحت قوس من شيفت تسعة. بعد كده اروح احدد الارقام اللي انا عايز اعمل لها عملية جمع. من اول عربي لحد كمبيوتر. تاني. بحدد ازاي? كليك شمال عليهم واسحبهم. وروح اقفل القوس وقول له انتر. بيساوي. وافتح القوس. وروح احدد الارقام اللي انا عايز اعمل لها عملية جمع. واقفل القوس وقول له انتر. طيب. تاني اهو يساوي. ساوي. وافتح القوس. وبعد ما وافتح القوس احدد الارقام اللي عايز اجمعها. واقفل القوس وقول له انتر. تاني. يساوي. سم. يساوي. سم. وافتح القوس. السم اللي هو اسم المعادلة. معادلة الجامعة. اول ما افتح القوس اروح احدد الارقام اللي فيها المجموع. طب انا ملاحز ان الرقم اللي في كمبيوتر اتلغى. لا كمل. كمل اهو. وافل القوس وقول له انتر. طيب. هل انا هعمل الكلام ده لكل واحد? لأ. طالما عملت الاول قد شاريت الصيغة. ظهر فيها المعادلة. طالما عملت في الاول المعادلة خلاص. باعمل حاسمها في الفلاش. فاكريني من في الفلاش. من المربع الاخدر واسحب لتحت. اه. ده الفل فلاش. طب. في طريقة تانية? اه. بدل من المربع الاخدر كليك شمال واسحب لتحت. لأ بعمل خطوة تانية. برضو من المربع الاخدر اللي ظاهر. هروح اضغط عليه ضغطتين كريك شمال او ضغطتين كريك شمال وراح عبط لقاء الارقام اللي تحتها. فتا اجاب لي مجموع الارقام اللي عندي. طيب الافرج بيجيب لي المتوسط. بيجمع الارقام وبيكسمهم على عددهم. يساوي افرج وافتح القوس. بنفس خطوات سام. يساوي افرج وافتح القوس. وروح احدد اللي عندي. او لحد كمبيوتر. مليش دعوا بصم? لان الصم دي معادلة. فانا انا عاز اجيب المتوسط بتاع الارقام دي من اول عربي لحد كمبيوتر. وقفله قوس. وقل له انتر. وبرضو بعمل لها ده المتوسط. طيب برضو نفس الطريقة. بس الماكس هديني اكبر رقم عندي. اكبر رقم كام? خمسة وتسعين. اكبر رقم خمسة وتسعين. هل في معادلة بتجيبه? اه. معادلة الماكس. بيساوي ماكس. وافتح القوس. يساوي ماكس وافتح القوس. اروح احدد الارقام اللي عندي. وقف له القوس. وقل له انتر. قال لي ماكس خمسة وتسعين. يعني اكبر رقم عندك خمسة وتسعين. وهكزا في البالي. طيب المين? اصغر رقم. اصغر رقم كام هنا? اصغر رقم عندي تلاتين. بيساوي مين? وافتح القوس. واحدد الارقام اللي عندي. وقفل القوس. وقل له انتر. وبرضو هعمل فلفل اشكليك شمال واسحب لتحت. يوم هضغط عليها ضغطتين كليك شمال. طيب. بالنسبة لو عايز اجيب تاني اكبر قيمة. تالت اكبر قيمة. رابع اكبر قيمة. طب اكبر قيمة عندك عن طريقة معادلة اسمها الماكس. ليه خمسة وتسعين. طيب. تاني اكبر قيمة بعد الخمسة وتسعين كام? خمسين. اكبر قيمة بعد الخمسة وتسعين خمسين. اهو. اروح اعملي ساوي. واروح افتح القوس. هنا بجا في حاجة جديدة. اول حاجة برضو بحدد زي ما انا بعمل. طيب. انا عايز تاني اكبر قيمة. هتبص تحت هتلاقي مكتوب وك. ما بين الاتنين في فصلة. او فصلة منقوطة على حسب اللي ظهر عندك. فصلة. ادوس على حرف الواو من لوحة المفاتيه. او لو فصلة. طيب لو فصلة منقوطة الكاف. الكاف. فانا هدوس على فصلة. ان انا ظهر عندي فصلة. طيب انا عايز تاني اكبر قيمة. تاني اكبر قيمة. روح اكتب اتنين. طب عايز تالت اكبر قيمة. هكتب تلاتة. رابع اكبر قيمة. هكتب اربعة. انا حاليا عايز تاني اكبر قيمة. هكتب اتنين. واقفل وقوس وقول له. هنا باجم المربع الاخدر. كليكي شمال واسحب لتحت. طيب عندي اصغر قيمة عن طريق معادلة اسمها المين? تاني اصغر قيمة تلاتين. طيب تاني اصغر قيمة بعدها اربعين. برضو عملي ساوي. سمول. وافتح القوس واحدد الارقام اللي عندي. ومحدش يقفل القوس. عشان في ناس كتيرة بتنساها. اللي زهر عندي فصلة ولا فصلة مقوطة فصلة. اللي هو الواو. وروح اكتب اتنين واقفل القوس وقول له انتر. وظهر معايا تاني اصغر قيمة. يعني كليكي شمال متوسط. ده المجموع. وده المتوسط. ده اكبر قيمة. اقل قيمة. ثاني اكبر قيمة. وهنا ثاني اصغر قيمة. طيب. ده بالنسبة لي. المعادلة. بتاعت الصم والأفرج والماكسولمين. حاضر. قد عايز تاني اقبر قيمة. يساوي. وروح اكتب اسم معادلة بعد يساوي. اللي هي وروح افتح القوس. طيب. حلو. انا عايز اعمل ايه? انا عايز اجيب تاني اكبر قيمة من الارقام اللي عندي. برضو احدد. زي ما كنت بعمل في الصم والأفرج والماكسولمين. طيب. حابص تحت كده في المعادلة. يقول لي لارج الري فاصلة كي. اللي زهر عندي فاصلة. اروح ادوس على حرف الو من لوحة المفاتيح. طيب لو ظهر فاصلة منقوطة الكاف. على حسب اللي ظهر عندك كل جهاز غير التاني. ادي فاصلة. بعد الفاصلة الكي. الكي معناها ايه? معناها هتكتب الرقم اللي انت عايزه. انا لو عايز تاني اكبر قيمة هكتب اتنين. تاني او تالت اكبر قيمة هكتب تلاتة. رابع اكبر قيمة هكتب اربعة. فانا هنا عايز تاني اكبر قيمة روح اكتب اتنين. وقفل وقوس وقلو انتر. طيب هنا تاني اصغر قيمة. يساوي وافتح القوس. وبرضو احدد الدرجات اللي عندي. طيب ايه اللي ظاهر? فاصلة. اعمل الفاصلة. طيب لو عايز تاني اصغر قيمة روح اكتب اتنين. واقفل القوس واقول له انتر. الست معدلات دول فيهم اي مشكلة ولا ادخل اللي بعده. حد عايزني اعيد على اي حاجة فيهم. الصم افريج ماكس المين اللارج سمود. طيب ندخل لبعد. عندك معادلة اسمها الكاونت وي الراونت. الكاونت وي الراونت. الكاونت اي معادلة مكتوب فيها كاونت فهي تخص العد. تخص العد. طيب الراونت التقريب لاقرب رقم عشري. يعني يساوي كاونت. يساوي كاونت. اسم المعادلة. وروحت فتحت قوس من شفت تسعة. وروحت احددت التيبل كله من اول محمد لحد اربعتاشر. وقفلت القوس. طيب. وقفلت له انتر. ليه اللي احداشر? عد الارقام. يعني عد الارقام هنا. يعني عد الخلاية اللي فيها ارقام. كم خلية فيها رقم? ادي واحد. اتنين تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة احداشر. يجب احداشر خلية عندك فيها رقم. تاني. يساوي كاونت. وافتح القوس. اروح احدد الجزء اللي عايزه تدور فيه. اهو. من اول محمد لحد اربعتاشر. وقفلت القوس وقل له انتر. فالكاونت عمل ايه? عد الخلاية اللي فيها ارقام بس. طب هي هي بس ايه المراضي? كاونت ايه? المراضي هيعد الخلاية اللي فيها ارقام ونصوص مع بعض. اهو. اول محمد لحد اربعتاشر. قلت القوس والتلو انتر. قال لي خمسة وعشرين. انت عندك خمسة وعشرين خلية فيها رقم ونص. اهو. ادي. نص. وادي الرقم. فعدهم هتلاقيين خمسة وعشرين. طب كان خلية فاضية? تلاتة. يساوي. كاونت بلانك. كاونت بلانك. وافتح القوس. برضو احدد من اول محمد لحد اربعتاشر. واقفل القوس واللي انتر قال لي تلاتة. قال لي تلاتة. طيب. فهنا بيعد. هنا عد. الارقام. والنصوص. هنا. عد الخلايا الفرغة. طيب الراونت. الراونت على فكرة بنفس طريقة الارج والسمول. انا عايز اقرب لاقرب رقمين عشرين. يعني بعد العلامة يجيب لي رقمين عشرين بس. يساوي راونت. يساوي راونت. افتح القوس. واحدد الرقم العشري الموجود عندي. حددت الرقم العشري الموجود عندي. فلو بصت تحت او. فاصلة لو فاصلة منقوطة. فاصلة. طب انا عاز اقرب لاقرب رقمين عشرين. اروح اكتب اتنين واقفل القوس واقول له انتر. طيب الراونت اب والراونت دون هي هي الراونت. بس الراونت اب التقريب لأكبر رقمين عشرين. الراونت دون لأصغر رقمين عشرين. ها. يساوي. راونت اب. وافتح القوس. واروح احدد الرقم العشري الراونت بتخص الارقام العشرية ملهاش دعوب ده. واشوف ظهر عندي فصلة ولا فصلة منقوطة? فصلة. طب انا عايز اقرب لا اكبر رقمين عشريين. روح اكتب اتنين. وقفل القوس وقول له انتر. طب الراوند ده وين? وافتح القوس وروح احدد الرقم العشري واعمل فصلة. واقول له عايز اقرب لا اصغر رقمين عشريين. هكتب اتنين. وقفل القوس. وقول له انتر. فيهم اي مشكلة الكونت والراوند. كونت العد والراوند اللي هو التقريب. حد عايز نعيد على حاجة فيهم. والاسف عن داسة صعب عشان خاطر بس صلاة الجمعة عشان ربع ساعة اللي انا اخدها. عنفروض كمان ساعة وصلاة الجمعة عندنا في مصر. حد عنده سؤال لحد الان. يعني ادخل لبعده. ادخل لبعده. عندك الطايم. الطايم بجيب من خلالها الوقت بتاعي. يعني الوقت. تعالوا كده نعمل يساوي. طايم. وافتح القوس. في طايم انا عندي اكبر حاجة الساعة والدجيجة والسانية. فاول ما قلت له يساوي طايم. ظهر من تحت ايه? اوار منت سكند. هروح اكتب في الاول الساعة بتاعتي. طيب اللي ظاهر فصلة ولا فصلة منقوطة? على حسب اللي ظهر عندك. فصلة. طب اكتب الدجيجة بتاعتي تلاتين. اكمل ما القوس. فصلة او فصلة من قطر حسب اللي ظهر اقول له اربعين. يبقى عندك. وقفل القوس. الساعة اتنين تلاتين دجيجة واربعين سنية. اقول له انتر. اهو. اتنين تلاتين دجيجة سواني بس مش هزهرها لك اهو. تاني اهو. يساوي. طايم. افتح القوس. فاول حاجة اكتب الساعة بتاعتي. اللي هو مثلا اتنين. واعمل فصلة. اهي كده اكتب الدجيج. اللي هو مسلا تلاتين. واعمل فصلة. اكتب السواني. وروح اقفل القوس وقول له انتر. طيب هنا نفس الخطوات. اهي يساوي افتح القوس. الديت عشان تاريخ بدل ما هكتب ساعة ودجيجة وسانية هكتب ايه? هكتب سنة وشهر ويوم. سنة وشهر ويوم. السنة مسلا الفين واحد وعشرين. اروح اعمل فصلة. الشهر. اتنين. اعمل فصلة. طيب اليوم افارض عشرة. واقفل القوس وقول له انتر قداني التاريخ بتاعي. هنا في الاول هتلاقيه ظهر الشهر. وبعد كده اليوم. اللي بيظهر الشهر بعد كده اليوم. طيب. ده بالنسبة للتايم والديت. طيب الهيرو والمانس والديه. احنا قلنا الهيرو والمانس والديها يديني تاريخ. فاول معمل يساوي. اير. افتح القوس. طيب الهير معناها ان انا عايز تاريخ. فراح تضغط على التاريخ اللي عندي. حلو كده? وقفلت القوس. وقلت له انتر. فقال لي السنة من التاريخ ده الفين واحد وعشرين. طيب الشهر. وساوي منس. وافتح القوس. واحدد التاريخ. حدد التاريخ طالما قلت سنة وشهر ويوم يجبه تاريخ عندي. لازم يجبه عندي تاريخ. واقفل القوس وقول له انتر. قال لك الشهر عشرة. اقولنا الاول الشهر بعد كده اليوم. طيب ادي وساوي دي. وافتح القوس واحدد تاريخ. واقفل القوس وقول له انتر. قال لي كام? خمسة. قال لي خمسة. هنا انا بحدد تاريخ. طيب الساعة والدهي او السانية هحدد وقت. يعني ساوي اور. وافتح القوس. واحدد الوقت بتاعي. واقفل القوس وقول له انتر. قال لي كام? اتنين. طيب دقيق. افتح القوس. احدد الساعة. واقفل القوس. قال لي تلاتين. طيب السواني يساوي. وافتح القوس. واحدد قامل الساعة اللي عندي. واقفل القوس. اللي انتر قال لك كام? اربعين. حتى هو? اتنين تلاتين اربعين. طيب. اه طرح تاريخل من بعض مواعد اسمها الديت اف. الديت اف. فانا نكمل ده دلوقتي وان شاء الله الله فيه وقت هشرح له. انا كان مفروض شرحت المحاضرة الجبل اللي فات. طيب اه احنا اخدنا الطايم وديت. وعندك معادلة بعد كده اسمها. اكزاكت واتريم. اكزاكت بتبين معايا حاجة اسمها مدى التطابق. يعني مدى التطابق. يعني انا دلوقتي اول عمود اتش بي. العمود التاني اتش بي. العمود الاول دل. العمود التاني دل. العمود الاول повторه للعمود التاني اصر تشيبة لينوفو تسر تشيبة. طب عائزة اشوف هل العمود الاول زي العمود التاني ولا لأ? يعني افترض انا محتاج عندي مسلا اتش بي ودل ولنوفو وتوشيبة واصر والشحنة اللي جات لي كانت بالشكل ده. طيب اوني نايس ايه اللي اختلافنا بين العمودين? ايه اللي اختلافنا بينهم? اروح اعملي ساوي اكزاكت. ساوي اجزاكت. وافتح القوس. بيقول لي اعمل ايه? اروح احدد اللي عندي. واروح اعمل. اللي ظهر عندك فاصلة ولا فاصلة من قوتك? فاصلة. واروح احدد واقفل القوس اقول له انتر. او. قال لك ترو مع انهم متطبق مع بعض. قلت يساوي وروح تفتحت القوس. بيقول لي حدد لي اول عمود عندك. يجبو ملقيتش بيه لحد اسر. طيب بعد كده انا عايز اعمل اشوف تطابق ما بينه وبين العمود التاني. طب ايه اللي ظهر عندي? فاصلة. حرف الواو. اروح احدد العمود التاني. بعد كده اقفل القوس وقول له انتر. طالما قال لي ترو معناها ان دول متطابقين مع بعض. غير متطابقين اهو. ده غير ده. ده غير ده. ده اللي هو اجزاكت. اجزاكت. طيب ترم. ترم هي بتزبط معايا المسافات. يعني المسافات. دلوقتي هنا ايه? في مسافة ما بين محمد ورمضان. في مسافة ما بين احمد علي. اروح اعمل ايه? يساوي ترم. يساوي ترم. وروح افتح القوس. اروح احدد النص اللي عندي. واقفل القوس وقول له انتر. اللي حصل? زبط لي المسافات. تاني. يساوي ترم. يساوي ترم. وافتح القوس. واحدد النص اللي عندي. واقفل القوس وقول له انتر. اهو. زبط لي المسافات. يساوي تريم. وافتح القوس. واروح احدد النص اللي عندي. وعفلو القوس وقلو انتر. زبط معي المسافات اللي انا كنت عايزة. زبط معي المسافات بتاعتي. يبقى بيعمل لي تطابق. اما يزبط معي المسافات بتاعتي. طيب. عندك معدل اسمها واللوير والبرو بير. بتعمل ايه? كده لو جينا اتكلمنا مسلا فين هي? خلص. قلت يساوي. يساوي ابر. يساوي ابر. واروح افتح القوس. احدد النص. زي ما عملت في وقف القوس. اللي حصل. ابر خلى لي كل الحروف اللي عندي كابتل. ابر بيخلي كل الحروف اللي عندي كابتل. طيب كل الحروف طيب البرو بير. اول حرف بس كابتل. اهو. اللي حصل هنا تاني. يساوي ابر. وافتح القوس. واحدد النص اللي عندي. وقفل القوس. اللي حصل خلى لي كل الحروف اللي عندي كابتل. طيب اللوير يساوي اللوير. وافتح القوس. واحدد النص. واقفل القوس. وقفل القوس. خلى لي كل الحروف اللي عندي اسمول. طيب البرو بير. بيخليلي اول حرف بس يوجد بل عندك الابر بيخليلك كل الحرف كابتل مره حرف سمول اما بيخليلي اول حرف بس كابتل والباقي سمول. اول حرف كابتل والباقي سمول. حلو الى حد الان. طيب عندك حاجة اسمها قلت يساوي ودحت القوس. اول حاجة بيقول لي فين النص بتاعك? حددت النص. طيب اللي زهر عندك فصلة ولا فصلة منقوطة? فصلة. طيب انا عايزك تعدلي من ناحية الشمال اربع حروف. اروح اكتب اربعة. وقفل القوس. اللي حصل? كتب لي اول اربع حروف. تاني. يساوي يساوي معنا ان انت هتعدلي الاسم اللي عندك الحروف من ناحية الشمال. يساوي افتح القوس وحدد النص. بعد كده اللي زهر عندي فصلة. طب انا عايزك تعدلي قد ايه? عايزك تعدلي اربع حروف من ناحية الشمال. اللي حصلت? كتبت الاربع حروف. طيب دي زيها. يساوي رايت. افتح القوس. وحددت النص. واعمل فصلة. المرة دي هتعد بس من ناحية اليمين. عايزك تعد خمس حروف من ناحية اليمين. اللي حصل? كتب لحدد دي. هاللحدد دي خمس حروف? اه. لان حتى المسافة اللي عندي حسبها لحرف. طيب المد المرة دي من النص يعني ازاي من النص يساوي مد افتح القوس. بحدد اول حاجة النص. باكده اعمل فصلة. انا عايزك تبتدي العد من فين? انا عايزك تبتدي العد من الحرف الرابع. هتبتدي العد من الحرف الرابع وراح اعمل فصلة. طيب من الحرف الرابع هتعد قد ايه? هتعد مسلا خمس حروف. تاني بحدد النص واعمل فصلة. بيقول لي انت عايزك تبدأ العد من الحرف الكام من الحرف الرابع. طيب هتعد الحد كام حرف خمس حروف. فبدأ العد من حرف الرابع اللي هو الام عد كم حرف خمس حروف. ده بليه ما اكملش الاتش? لان عندي اللي بعد كده المسافة بالنسبة لي رقم. بالنسبة لي حرف. ده بالنسبة حلو خلص. اخر حاجة هنتكلم فيها في الاكسل باجي المعادلات. انا دلوقت لو عايزت اضرب كنت بعمل ايه? يساوي. واحدد اول رقم بعد كده مع تمانية. واحدد تاني رقم واقول له فانا كده اضربت. وروح اعمل في الفلاش. طب ليها طريقة تانية اه. معادل اسمال برو دكت. يساوي برو دكت. وافتح القوس. بيقول لي انت عايز تضرب ايه? انا عايز اضرب اربعة. وروح اعمل فصلة او فصلة منقوطة على حسب اللي ظاهر. واحدد الرقم التاني. انا عايز اضرب اربعة ستين. اهو متين واربعين. يساوي برو دكت. وافتح القوس. انا عايز اضرب الرقم الاول. وروح اعمل فصلة او فصلة منقوطة على حسب اللي ظاهر في الرقم التاني. اهو. طب الام مالت زيها بالزبط. يساوي ام مالت. وافتح القوس. انا عايز اضرب الرقم الاول. وروح اعمل فصلة. في الرقم التاني. واقفل القوس. واقول له انتر. انا مين اللي انا عايزه. حلو فولس. ممكن نزود. نزود هنا مسلا. مسرت مسرت. مسلا اتش بي. ماشي اتش بي اتنين. سبعة. مية. خمسين. طيب بالنسبة لف. اف المركبة وف العادية. اه. اه. خلينا في اف العادية في الاول. اف لازم يجب عندي شرطة اساسي. ولو الشرط ده حصل هتعمل لي ايه لو ما حصلش هتعمل ايه? يساوي اف. يساوي اف. وروح افتح القوس من شفت تسعة. يساوي اف. وافتح القوس من شفت تسعة. بيقول لي الشرط الاساسي. انا هقول مسلا والله لو الخلية دي انا بشتغل على على اول خلية. لانه كده كده من اربعة. طيب اللي ظهر فصلة ولا فصلة منقوطة. فصلة. نجبة لو الخليط ناجح. وهعمل الكلمة اللي انا عايزها ما بينه على امتين تنصيص او هعملها مسلا. يعني المنتج بالنسبة لان انا اجاب له. شفت ما اعطاه اللي هو على امتين التنصيص اللي من فوق. واروح برضو اعمل فصلة. وفصلة منقوطة. احنا قلنا الخطوة التانية. يعني اول حاجة بعمل الشرط الاساسي. طيب لو الشرط ده حصل هتكتب لي ايه? طيب لو ما حصلش. اكتب لي كلمة غير مقبول. لا. وقف القوس. وقول له انتر. بس اللي حصل? غير مقبول ليه? لانه هو اقل من خمسة. اقل من خمسة. تاني. اول حيساوي اف. وافتح القوس. عندها اسمها اللي هو الشرط الاساسي. انا هقول والله لو الخليط دي. طيب اش? معنى. اش معنى محددتش كله? لان انا هشتغل كده كده هطبق المعادل على بقى الخلايا. فصل. اول جزء لو الشرط ده حصل. الجزء. فلو حصل هتكتب لي ما بين على امتين تنصيص مقبول. ما بين على امتين تنصيص. فهي كده اعمل فصلة. طيب لو ما حصلش هتكتب لي غير مقبول. وروح اقفل القوس وقول له انتر. ده اف العادية. الشرط الاساسي. طب لو حصل ولو ما حصلش. طيب الاف يكون زيها بالزبط. زيها بالزبط. يساوي اف. وروح افتح القوس. احنا كنا بعمل ايه في الاول? الشرط الاساسي. طيب. المرة دي بقى هشتغل على كزا حاجة. انا هقول له لو الشرط حصل هتكتب لي ايه? لو الشرط حصل هتكتب لي ايه? لو الشرط حصل هتكتب لي ايه? انا عايز اقول له والله لو الخلايا دي بتساوي اتنين او تساوي مسلا سبعة فهتكتب لي والله مسلا اب ما بين علامتين تنسيس. حلو بعد كده اعمل فصلة. احنا جلنا لو ما حصلش بس المرة دي عشان اف المركبة لا. اروح اكتب اف التانية. وافتح القوس. ونفس القصة باشتغل على اول خلية. المرة دي لو هي تساوي كام? لو تساوي مسلا اتنين. اعمل فصلة وما بين علامتين تنسيس اكتب لي مسلا كلمة تبلي داون. تبلي داون. طيب بمعنى كده انا بكتب الشرط الاساسي ولو الشرط ده حصل هتكتب لي ايه? الشرط الاساسي ولو الشرط ده حصل هتكتب لي ايه? يعني ادي اف الاولى وادي اف التانية. يعني عندي كام اف? اتنين. وروح اقفل القوس عن طريق عدد الافات اللي عندي. ادي واحد وادي اتنين. وقل له انتر. فقال لي فولس. ليه فولس? انا اقل له لو يساوي سبعة ويساوي اتنين. يعني انا مش كاتب معادلة اصلا الاربعة. يعني بصوا كده. فقال لي هو داون واب. داون واب. ليه? لان انا كاتب معادلة او كاتب. او كاتب معين يعني ايه? انا عايزك تجمع لي كل الاجهزة اتش بيه. كل الاجهزة اللي هتجمعهم. ازاي? يساوي اول حالة بيقول لي الجزء اللي عايز تدور فيه من اول اتش بيه لحد مسلا ال سي دي. انا هدور في الجزء دي. ليه? لان انا هجمع بس. وروح اعمل فاصلة. انت عايز تعمل ايه? انا عايز اجمع الاتش بيه. اروح اكتب ما بين عالمتين تنصيص الاتش بيه. واعمل فاصلة. طيب طالما اجمع ما لازم يبقى عندي ارقام. اروح احدد الارقام دي اللي عندي. واقفل القوس. وقول له انتر. قال لي تلتاشر. ازاي تعالوا كده انا عد? اربعة. زائد ده اتنين ستة. ستة وسبعة. تلتاشر. تاني. سوصام اف. اول حاجة بحدد الشرط الاساس بتاع لانا هدور فيه. لو من الاتش بي لحد ال سي دي. وروح اعمل فاصلة. طيب انت عايز تجمع ايه بالزبط? انا عايز اجمع الاتش بي. احطها ما بين على امتين تنصيص اكتب اتش بي. وعمل فاصلة. طيب طالما عايز تجمع ما لازم يبقى عندك ارقام. احدد الارقام اللي عندك. واقف القوس وقول له انتر. ده بالنسبة لصام اف. بيجمع بس بشرطة اساسي. طيب الكون اف هي هي. بس المرة دي بيعد بشرطة اساسي. يساوي كونت اف. وافتح القوس. انا عايز اعد كم خلية فيها اتش بي. ادور على المدى بتاعي. اللي هو من اللي فيها الاتش بي. من اول اتش بي لحد ال سي دي. وروح عامل فاصلة. انا عايز اعمل ايه? انا عايز اعد الخلايا اللي فيها كلمة اتش بي. انا بين على امتين تنصيص اكتب اتش بي. باول حاجة حددت الجزء اللي هدور جواه اللي هو من اول اتش بي لحد ال سي دي. بعد كده عملت فاصلة او فاصلة منقوطة على حسب اللي ظهر عندي. طب انت عايز تعمل ايه? يعني عد. هتعد كم خلية فيها كلمة اتش بي قال لك كم? تلاتة. زيهم اللي هو المتوسط بس بشرط اساسي. زي اول حاجة بحدد ايه? المدى اللي هدور فيه. انا عايز اجيب المتوسط لمين? للناس او لاجهزة الاتش بي. بس لازم في الاول احدد المدى بتاعي. اروح اعمل فاصلة. انا عايز اعمل ايه? اجيب المتوسط للاتش بي. اروح اكتل اتش بي ما بين على امتين تنصيص واعمل فاصلة. طيب طالما عايز اجيب متوسط فلازم يجب عندي ارقام. اروح احدد الارقام. وقف اللي قوس وقل له انتر. ادان المتوسط. عمل ايه في المتوسط? عمل ايه في المتوسط? في المتوسط? قال اربعة زائد اتنين زائد سبعة على تلاتة. يقبى جمع الارقام وجسمهم على عددهم. جمع الارقام وجسمهم على عددهم. دول فيهم ايه مشكلة? في العادية في المركبة صن اف كونت اف اف عارف انها مش هتجي من اول مرة بس انها على الوقت. اف بتعمل ايه? اول حاجة. اف او الشرط الاساسية بكتب الشرط الاساسي. طب لو الشرط ده حصل هتكتب ليه? طب لو ما حصلش هتكتب ايه? طيب اف المركبة. اف المركبة هكتب بس لو الشرط حصل. وحط كزا اف عندي في المعادلة. طيب صام اف هجمع بس بشرط معين. كونت اف. هتعد الخلايا بشرط معين. افرج اف. هتجيب لي المتوسط بشرط معين. حد عايزنا نعيد على حاجة فيهم. في الخمس معادلات دول. اف 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 كونت اف 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 ريش اف. حد عايزنا نعيد على معادلة فيهم. اف. اف اف صور. اف اف قطير. اف التح جازة بال Pul этор. وفتح الفوز. هروح اكتب الشرط الاساسي. اللي هو مسلا احدد او الخلية. هقول لو الخلية دي اكبر او خليها مسلا يساوي مسلا كام? سبعة. وروح اعمل فصلة. لو ساوي سبعة هتكتب لي ايه? هتكتب لي نفترض مسلا اب. طيب نعمل فصلة. كنا في اف العادية بكمل. لو ما حصلش. طب لأ المرة دي هكتب اف التانية. وفتح القوس. برضو بشتغل على اول خلية بس. طب لو الخلية دي بتساوي مسلا اتنين. هتكتب لي ايه? هتكتب لي طيب. لو جيت عملت فصلة وكملت اف التالتة عادي برضو. بس ما انساش ان انا قافل بعلمتين تنصيص. طب انا عندي كام اف اتنين. يجبقى قافل بقوسين. قوله انتر. ننتج النهاية بعمل له تقريبا عن طريق النمبر هنا. النمبر عندك اهو. حاجة اسمها ودكريز بيزود معايا الارقام العشرية بعد العلامة. اما بيقلل معايا الارقام العشرية بعد العلامة. من لفوق. ده ايه نوع البيانات. نوع البيانات اللي ممكن يكون في اي خلية. نوع البيانات اللي ممكن اعمله في اي خلية. ولو جيت حددت مسلا ارقام بالشكل ده. وروحت على حاجة اسمها والتنسقات الشرطية. اول ما اروح على الحين اللي حصل معنا ناحية اليسار. طب الطيب الهايلايت معنا انت هتعمل لي ضوء. هتعمل لي تسليط ضوء على جزء معين. هتعمل لي تسليط ضوء على الارقام اللي هي اكبر منه. هروح هنا اكتب انا عايزك تعمل لي تزليل على الارقام اللي هي اكبر من كام? نفترض مسلا مية وعشرة. فالهاجي زلل معي على الارقام اللي هي اكبر من مية وعشرة. طيب في الوز اختار اللون بتاعي. اختار اللون بتاعي. عندك اللون الاصفر واللون الاحمر. اللون الاخضر. لو عايز الوان اكتر بروح على حاسمها بكاستن فورمات. وباختار من فوق حاسمها وباختار اللون اللي انا عايزه واقول له اوكي. طيب. حدد لازم احدد الاول ورحت على المرة دي عايزك تعمل لي تسليط ضوء على الارقام اللي هي اقل من. بروح على واختار اقل مسلا من كام? اقل من مية وعشرة. هلاقي زلل معي على الارقام اللي هي اقل من مية وعشرة. فدي اللي هو سريعا كونديشنال 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 كونديشنال. خيب. ده بالنسبة لي جزء سل. تعالوا كده سريعا مع بعض نكتب تحت اكسيس. ونجرب قاعدة بيانات سريعا مع بعض. اول ما افتحه. فظهر معي بالشكل دي. انا عايز اعمل ايه? انا عايز اعمل قاعدة بيانات جديدة. واروح على حاسمها البلانك داتا بيز. بلانك داتا بيز. هدوس عليها. طيب. ضغطة واحدة بس. ضغطة واحدة بس. كليك شمال. وعندك حاسمها الفايل نيم. اسم الملف. اكتب اسم قاعدة البيانات بتاعتي. اسم قاعدة البيانات. طيب المجلد اللي ظهر هنا مكان الحفز. انت عايز تحفظ قاعدة البيانات بتاعتك فين? طيب. هلو خلص. واحدد مكان الحفز من هنا اقول له اوكي. خلصت اقول له كريت. طيب. عندي وضعين. وضع اسمه وضع اسمه الديزاين فيو وضع اسمه الدياتا شيت. هنا من فوق هتلاقي فيه اداء اسمها فيو. اداء اسمها فيو. هتدوس على وتختار حاسمها الديزاين فيو. وضع التصميم. بيقول لك سمي الجدول بتاعك. اه. فانا ده اول وضع بشتغل عليه. وبروح على فيو بختار وضع الديزاين فيو. عندك حاسمها اسم الحقل. وعندك حاسمها الدياتا طيب. نوع البيانات اللي هتكون في الحقل. عشر دقايق كده هنخلص عشان صلاة الجمعة. طيب. هنا عندك اللي هو مدتة طيب. اسم الحقل. يعني اسم الحقل. انا لو عندي بالشكل ده. فالرؤوس الاساسية بتاعتي من فوق ده اسمه بالنسبة لاسم الحقل. الرؤوس الاساسية بتاعتي من فوق ده بالنسبة لاسمه اسم الحقل. الروس اللي بكتبه من فوق اللي على اساسها بكتب البيانات من تحت. ده اسمه اسم الحقل. اهو. فهنا بكتب اسم الحقل الاساسي بتاعي. طيب الحقل دي هكتب فيه ايه? ايه نوع البيانات اللي فيه? الاي دي على فكرة محدش يغيره. اه الاي دي لازم اساسي محدش بلعب فيه. الاي دي عندي لازم يكون مفتاح اساسي. هروح اضغط على الحقل اللي تحته اكتب مسلا انا عايز كلمة انا عايز الاسم. طيب الاسم الاسم بيكون ايه نوع البيانات? بيكون نص. طب لو قلتلك الادرس. برضو نص. انا هكتب نص في العنوان نوع البيانات. طيب. الفرق ما بين واللونج تيكست. الشورت تيكست بيسمح معك لحد متين خمسة وخمسين كلمة. اما اكتر من متين خمسة وخمسين. طيب لو قلتلك number number اللي هو هتكتب لي ارقام. سيبك من number. هكتب phone. اللي هو رقم التليفون. رقم التليفون بيكون عبارة عن نص ولا رقم. بيكون رقم. فنوع البيانات هختار number. طيب العملة. العملة نوع البيانات ايه? ما هي عملة. طيب التاريخ هو الوقت. date and time. طب لو قلتلك مسلا حالة الدفع يعني دفع ولا ما دفعش? اقول له yes or no. طب لو قلتلك ضيف لصورة ضيف يعني مرفق. انا هضيف مرفق عندي. فالمرفقات هي attachment. طيب لو قلنا مثلا الحالة الاجتماعية. او لو قلنا مثلا نوع القرص. فنوع القرص انا عندي قرصات كتيرة. فالمرة دي هعمل list او قائمة. هروح اختار اخر اختيار. بعد كده هقول له انا عايز اكتب البيانات بنفسي. هقول له يعني انا عايز اكتب البيانات بنفسي. انا عايز اكتب البيانات بنفسي. اختار الاختياري التاني. وقول له next. هروح هنا عند تحت وكل اكتب القائمة اللي انا عايزة. نفترض ان هكتب في الاول. اي سي دي ال. هنزل اضغط تحتها. ما اضغطش انتر. انزل اضغط على الحق اللي تحته. اي سي سري. مسلا. اي سي دي ال. دي من فين من اللوك اب وزرد. وراح اختاري اختاري التاني. اي وال تايب. وعندي الام او اس. طب انا خلصت القائمة هقول له finish. خلصت الشغل الاساسي بتاعي. تمام? عايزة ابتدى اكتب البيانات. بروح على بيو وبختار وضع الداتا شيد بيو. قلو اس. وابتدى اكتب من هنا البيانات بتاعتي. ادي الاسم. واكتب العنوان. اكتب هنا رقم التليفون بتاعي. ايا كان رقم التليفون. واكتب هنا العملة بتاعتي حتى اعمل هالب الدولار. هنا التاريخ جنب التاريخ بيقولي ظهر علامة الاجندة الاجندة. لو دست عليها فظهر معي هو التاريخ. بتاعي. طيب حالة الدفع عملي مربع. لو دست عليه علم عليه علامة صح معناه ان هو دفع. طيب لو ما دفعش اشيل علامة الصح. طيب ده الرمز اللي ظهر في المرفقات. لو ظاهر رمز وظاهر جنبه سفر. تعالوا كده نضغط عليه ضغط تين كليك شمال. فظهر بالشكل دي. بقولي اضيف المرفقات بتاعتك. اقول له او اضافة. واختار اي مرفق موجود عندي. اقول له او اضافة عندي. اقول له اوكي. فانا كتب لي واحد. طيب نوع القرص. فاكرين حاجة اسمها في اكسل. اهو. دست على السهم دي. ظهرت معي القائم. اختار اللي انا عايزه. اقول له انتر. وانزل اكتب الاسم التاني. عملتها ازاي? اول حاجة. اول مفتاح شيطة الاكسل بروح على وضع الدزاين. اروح اكتب الحق للاساس بتاعي. وكل حق لنوعه ايه? وبعد ما خلصته عاز امن البيانات بروح على وضع الداتاشيت. وابتدي امن البيانات اهو. الصف الاول كله بالكامل. هو الاي دي. والاسم. والعنوان والفون. اللي على اساسه هبتدي اكتب البيانات تحت. طيب. وصلنا برضو سريعا على البور بوينت. طيب. باور بوينت برضو نفس القائم اللي عندي اه اي حاجة كانت في الاكسل او في البور بوينت او الورد قلتلك ضيف لصورة او شكل او مخطط تفصيلي بروح على قائمة اسمها انسيرت. وعندك او بيكتشار دي بصورة ضيف شكل ضيف مخطط تفصيلي فتضيف اللي انت عايزه. طيب انا لو جيت على شيت الاكسل اه انا اسف اه بوور بوينت فظهر بالشكل دي. معناها ان انا مسموح لي ان انا اكتب داخل بوكسات دي بس. ما اقدرش اكتب من برة. اهو. فاكتب اللي انا عايزه مسلا من جو. مايكروسوفت. وين اكتب. حلو خالص. عايزة ابتدى اغير التنسيقات. انا لو رحت وغيرت التنسيقات ده كنت مش هتغير. حال كده اتغير? ممكن اتغير ليه عشان فيه المؤشر. طب لو ضغطت في مكان فاضي برة. هتلاقي الحاجات اللي عندك الادوات مش متفاعلة. فلازم اضغط على الحاجة اللي عايزة اغيرها وروح احددها وروح من فوجة غير التنسيقات بتاعتي. اهو. زي ما انتو شايفين. وقدي اللون. وقدي نوع الخط. وقدي حجم الخط. وهكزا. نفس القصة هنا. طيب رحت على انسيرت عايزة اضيف صورة بيكتشر. زي ستي بايز. واختار الصورة اللي انا عايزة اقول له انسيرت. انا ضفتها ايه. من بيكتشر ستايل بغير ستايل بتاعت الصورة. طيب. بصو كده معي هنا لما اجي ادوس على اه سلايت شو اقول له فروت بعمل حاسمه طيب. في عندي قائمتين جداد. الدزاين بعمل منها تصميمات بتاعت كل شريحة. طيب الترانزيشن الانتقال ما بين كل شريحة والتانية. شكل الدخول للشريحة. اهو. اختار الشكل اللي انا عايز. عشان ندخل على شريحة بيدخل على الشكل ده. ده شكل الدخول للشريحة. بالترانزيشن اول ما يدخل على شريحة يدخل ازاي عليها? ده شكل الدخول لكل شريحة. طيب على فكرة هي هي. بس مرة دي بدل مشاكل الدخول الخلية المؤسرات للحياة الموجودة داخل. اه انا اسف اه شغالها الجول الخلية اللي هو شريحة. عشان ادخل على شريحة معينة بكلها شكل. تعالوا كده ندوس على واختار اهو. ايه اللي بيحصل? شكل الدخول اول ما يدخل على اي شريحة بيدخل بشكل معينة. ده اسمه شريحة. الصفحة في اسمها شريحة. في الورد اسمها بيج. في الاكسل اسمها اما في اسمها الاتابيز. فالترانزيشن الانتقال ما بين كل شريحة والتانية. اول ما يدخل على الشريحة ايه الشكل اللي يدخل بيه. طيب المؤسرات للكلام الموجود داخل الشريحة. اهو. ادي الشكل. اختار من هنا الانيميشن اللي انا عايزه. هنا نفس القصة. اختار دي كلها مؤسرات لايه? مؤسرات للحياة الموجودة داخل الشريحة. طبعا برضو هوم نفس القصة اللي هو في اه برنامج الورد. برضو نوع الخط حجم الخط. واللون وهكزا. انسرت لو اعز اضيف صورة اضيف شكل. ادي اي شكل عندي. انزل ارسمه تحت فانا اضيفته. عادي واختار من الطيارات اللي عندي. ديزاين هنا في حاج اسمها البيج بوردر. من البيج بوردر. بعمل حدود خارجية للصفحة بتاعتي. عاود خاصة بالهوامش والاتجاه والحجم. الريفيو برضو اه عندك حاجة اسمها لو عايز اترجم الكلام اللي موجود في مستند الورد من عرب الانجليز والعكسي صحيح. هنا اللي هو طريقة العرض بتاعتك. طريقة العرض بتاعي. مستند. هنا لو عايز اظهر المصطرة اعلم علامة صح عليها. لو عايز اخفيها. مش هي علامة الصح. وده بتاعي. ادي كده نبزة سريعة عن كل البرامج اللي كان مفروض ناخدها. طيب اه البرامج دي مش بتتشرح. فيه محاضرة واحدة. كل برنامج يعني لعلم الناس انا بتدلهم فوق الخمستاشر محاضرة. كلهم على بعض. اه نبزة سريعة على الورد والبوربوينت والاكسيل والاكسيز. اتمنى الناس تكون استفادة من محاضرة النهاردة. اه وان شاء الله بازن الله الفترة اللي جاي فيه حاجات كتيرة اه تكون نازلة لكم. تابعوا لان كل فترة التانية يوجد فيه مراجعات برضو. اه زاد ان شاء الله اه يعني موفقين في ما هو قادم يعني. احنا قدينا كده نبزة سريعة عن البرامج كلهم. زي ما قلت لكم البرامج كلها مش بتتشرح في محاضرة واحدة. فاحنا حاولنا على قد ما نقدر. ندي يعني حاجة مختصرة على الاربع برات. تمام. اه انا كده خلصت محاضرة النهاردة. احنا اعتبر اخدنا فوق السبعين في المئة من الاكسيل. بس ان شاء الله بازن الله قريبا كده هيجب فيه برضو مرجعات تانية. يعني احنا مش هنبطل مرجعات. نوجه كل فترة والتانية فيه مرجعات بازن الله. طيب. اه بالتوفيق للناس ان شاء الله بازن الله ربنا وفقكم فيما هو قادم. وبعتزل لو انا كنت وطولت على الناس في محاضرة النهاردة. اشكرك يا هندس. هندس انا كده خلصنا محاضرة النهاردة. فاللي حاب يتفضل عشان صلاة الجمعة تفضل اشيب. الجزء اللي هنبدأ وده ان شاء الله بازن الله بس هشوف هزبط اه الموعد اه معايا وان شاء الله بازن الله هنبدأ على طول يعني. ان شاء الله قريبا جدا بازن الله. بالتوفيق اليكم وانا استمتعت ان انا كنت معاكم في محاضرة النهاردة. وبالاخص في الدبلومة الناس اللي كانوا معانا في بيم اريبيا وماك. والبش مهندس احمد ان شاء الله بازن الله اه في اقرب وفرصة وغارب وقت هيطلع الشهادات للناس اللي كانت حاضرة الدبلومة. تمام. اه الحلول التسقطة انا هبعت لكم النهاردة ان شاء الله انا بعتزل على التأخير في موضوع المشاريع. هبعت للبش مهندس اللي هو المشاريع. الناس اللي هي ممكن تعملها. اشكركم والتوفيق اليكم ان شاء الله في ما هو قدر. ربنا نوفق لكم. شكرا جزيلا لحضرتك عبشونس محمد طبعا يعني على المجهود اللي اتبازها نخليل الدبلومة كاملة في الجزء الاول. واللي يتعتبر شبه اه كمان يوم او يومين هتب فات علينا السنة كاملة. من الشغل اه بارك الله في حضرتك وبرك الله في مجهودك. وطبعا اه بشكر جميع السادر حضرين. واتمنى يعني ان يكونوا الجزء الاول نالي اعجابكم جميعا. وان شاء الله بالنسبة للشهادات او بالنسبة للجزء التاني اي حاجة هنعرف حضراتكم ان شاء الله على الجروب. وآآ يا ريت بس الجميع ما حدش نسجل في رابط الحضور وبازن الله اول ما البشوانس يبعط المشاريع هبعط على الحضرات. ونذكر طبعا ان المشاريع هتميز في الشهادات. علشان الناس تنزل المشاريع وانا حاول ندي مسلا فترة كويسة للناس بحسني ايه ايه تقدر تشتغل على المشاريع. شكرا جزيلا بحضرك وشكرا جزيلا بشمانس محمد عوضة. لا عفو هندس اشكرك برضو على مجهودك اللي بزلت معي في الدبلوما انا اعرف اخت واحد تعبتك في الدبلوما معي. يا والله يا بخانص الله يا خديد. شكرا لك هندس.